طيب هنروح للجودو أحد أفضل الاتحادات الفترة اللي فاتت شغالة بشكل جويس بيكونه طبعا رئيس الاتحاد محترم شاب مرزوق أو كابتن مرزوق واللي استطاع انه يوحد لعبة الجودو تاني واللي رجع نجوم اللعبة منها كابتن رشوان مسؤول عن المنتخبات وغيره وغيره كل دول طبعا بيستطاع انه يبني جيل جديد أو عصر جديد للجودو خبره اللي جاي معنا مرزوق على علي مفوضا للجنة 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 للتطوير بالاتحاد الدولي للجودو ده حاجة كويسة جدا ولما كان ضفنا كابتن مرزوق اتكلمنا امتى هنشوفك في أحد المناصب الدولية والهقيات الرياضية اهو الإجابة جات سريعا مرزوق علي مفوضا للجنة 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 للتطوير بالاتحاد الدولي للجودو قرر الاتحاد الدولي للجودو تعيين كابتن مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري اللعبة في لجنة التطوير وده واحدة من أهم لجان الموجودة التابعة لاتحاد دولي القرار ده بيأكد ثقة المؤسسات الدولية في القواد المصرية وقدرتها على إنجاز المهام بشكل رائع وقال كابتن مرزوء أن قرار الاتحاد الدولي هو دلال على ثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري ورئيسه وتقديرا منهم على الجهد المبزول خلال الفترة اللي فاتت في كل المستوات إذن رؤيتنا صح احنا الحمد لله احنا بنشوف بعين مجرد المصلحة المصر وأكد أن لجنة التطوير هي واحدة من أهم لجان الاتحاد الدولي وليها مهام كبيرة وبتتعامل مع كل الاتحاد الوطنية في كل الدول العالم وليها دور مؤثر في تطوير اللعبة بشكل عام وخلينا أقول لكم أن دي بتبقى استيب النهاردة لما بتخش في لجنة من اللجان وبتنجح بتاخد استيب أعلى ممكن تبقى عضو مكتب تنفيذي وده اللي بيخطط له كابتن مرزوء خاصة أنه صغير السنة احنا بيكلم أواخر التلاتينات أو الأربعنات ما شاء الله لسه لعمره قدامه ونجح بشكل كبير بشي احنا اللي بنقول احنا كنا متوقعين ده وشايفينه مش متوقعين كنا شايفين نجح ده مع اتحاد الجود ولكن لما تيجي الشهادة من اتحاد الدولي بتأكد رؤيتنا يبقى أكيد احنا كنا صح مهم جدا أنه ان شاء الله ينجح مرزوء في هادين مهمة ومهم جدا أن ياخد استيب أعلى عشان ترجع تاني الجود تبقى لعبة مؤثرة في رحلتنا أو الرحلة الأولمبية المصرية خاصة أن احنا على أبواب ومشارف الدورة الأولمبية باريس 2024